وحدة القرار العربي وصلابة الموقف تجاه الأزمة الليبية وسبل الحل تتلاقى مع الموقف الأوروبي وسط تنصيق لإخراج الليبيين من نفق الحرب والتدخلات والميليشيات وتأكيد على أن التدخلات الخارجية لا تؤذي الليبيين فحسب بل تنعكس سلبا على دول الجوار الليبي في المقابل تواصل تركيا تجاوزاتها عبر رفضها الإجماع العربي بشأن ليبيا لتجدد اشتراطاتها بالسيطرة على سرط والجفرة قبل وقف النار فكيف سيسهم التنصيق العربي الأوروبي في وضع حد للحرب في ليبيا وإنهاء التدخلات الخارجية والدور التركي تحديدا نناقش بضيوفنا في هذا الحوار من القاهرة عضو مجلس أنواب المصري مصطفى بكري من باريس أستاذ التواصل استراتيجي والعلاقات الحكومية الدكتور نيدال شئير ومن الصنبول الكاتب والباحث السياسي طاها عودي أهلا بكم جميعا في هذا الحوار ساعة النائب أستاذ مصطفى أهلا بك معنا في غرفة الأخبار نبدأ من العنوان العريض لملف الليلة وحدة القرار العربي تجاه هذه الأزمة قبله بكل وضوح قرار أوروبي واضح من الحرب من التدخلات الخارجية من المرتزقة من الميليشيات في الداخل كيف يمكن لهذا الإجماع العربي الأوروبي أن يعطي دفعا للمسار الحل الليبي الليبي إذا أمكننا القول في وجه أطماع أردوغان التوسعية يعني أعتقد أن إعلان القاهرة الذي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رسالة للمجتمع العربي والدولي على السواء هذه الرسالة تقول أن الخيار السلمي خيار مطروح ولكن على أرضية وحدة الأرض والشعب في ليبيا على أرضية تفكيك الميليشيات على أرضية وقف التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية على أرضية دعم الجيش الوطني في رسالته لمكافحة الإرهاب هذا الإعلان الذي رحبت به دوائر عديدة سواء إقليمية أو دولية بالتأكيد أحدث تفاعلاته ونرى الآن مواقف متعددة كالموقف الفرنسي المتميز الحقيقة الذي أعلنه الرئيس ماكرون قبل ذلك والذي وجه فيه الاتهام مباشرة إلى تركيا بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي وإثارة وإرسال المرتزقة إلى ليبيا وأكد على حق مصر المشروع في الدفاع عن أراضيها وعن أمنها القومي في مواجهة كل ما يجرى على أرض ليبيا أعتقد أن اجتماع الجامعة العربية رغم تدني قراراته لم تكن على مستوى القوة الحقيقية حتى أن القرارات لم تذكر اسم تركيا بشكل مباشر فكل ذلك الحقيقة يعطي مؤشر على أن هذا الإعلان بدأ يحدث تفاعلاته على أن الخيار السلمي خيار مطروح ولكن في نفس الوقت مع ما يجرى الآن وخصوصا البيان الأخير الذي أعلنه المتحدث باسم الرئاسة التركية والذي قال فيه أن حكومة السراج ترفض وقف إطلاق النار ما لم ينسحب الجيش الوطني الليبي من سرط والجفرة يعني أولا نصب نفسه باسم الحكومة وهو وليها الأمر الثاني أنه يريد من الجيش الوطني الليبي أن ينسحب من أراضيه من أجل أن تسيطر الميليشيات وأن يسيطر أردوغان وعصابته على الأرض الليبية وعلى منابع النفط وخصوصا في منطقة الهلال النفطي أنطلق من نقطة أشارت إليها أستاذ مصطفى وأذهب إلى دكتور نيدال شئير بها مسألة الموقف الفرنسي وصفه الأستاذ مصطفى بالموقف المتميز وهنا نود أن نتوقف قليلا عند كيفية تعامل أوروبا مع تطورات هذا الملف كل المؤشرات تدل دكتور نيدال أن العلاقات الأوروبية التركية تتدهور وكل ذلك بسبب السياسة التي اتبعتها تركيا في ليبيا وتحديدا مسألة إرسال المرتزقة لأن أوروبا تخشى من وصول هؤلاء إلى داخلها وبالتالي ما الدور المرتقب لأوروبا إلى جانب القرار العربي في الدفع قدما نحو الحل الليبي الليبي مسألة خير شانتال بداية نود أن نقول أن الموقف الفرنسي والموقف الأوروبي أعتقد أنه سيكون الموقف الحاسم في ليبيا كما تعلمين شانتال أن الحرب في ليبيا والنزاع في ليبيا لم يعد نزاع ليبي ليبي بل هو أصبح نزاع إقليمي ويمكن القول أن فرنسا بالنسبة لفرنسا والأوروبيين هي مسألة أساسية ومهمة فبالتالي الموقف الفرنسي هو طبيعي وبالعكس هو متأخر وفرنسا الآن تدفع سمن التراخي بالتعاطي مع تركيا أعتقد أنه التعاطي الأوروبي بشكل عام والتعاطي الفرنسي مع تركيا لم يكن على قدر التطلعات تتأخر كثيرا حتى الآن هناك نعلم نحن بالاستراتيجيات الحربية والاستراتيجيات التفاوض أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم أعتقد الآن فرنسا سيكون لها دور قوي يجب أن يكون هناك أن يحصل شيء على الأرض يغير طبيعة الموازين الحالية وبالتالي أعتقد أن الخط الذي تريد أن تضاعه تركيا وبالتالي هو انسحاب الجيش الوطني الليبي من سرط هو اقتراح غير منطقي هو أعلان هزيمة بالنسبة للفرنسيين والأوروبيين أعتقد الحل المنطقي والذي ممكن أن يؤدي إلى مفوضات قد تؤدي إلى حل سياسي في ليبيا هو بالعكس هو هجوم هو تحرك عسكري على الأرض وتغيير الخط الأحمر من حدود سرط إلى قرب بني الوليد وبالتالي ممكن خلال هكذا تحرك أن تعود موازين القوى وبالتالي يمكن أن تعود المفوضات وأن يصبح المفوضات قيمة لأن حاليا نشوة الانتصار بالنسبة للأتراك حيث تقدموا كثيرا من الصعب إقناعهم الآن بإجراء مفوضات وبالتالي يجب وهنا الدور الفرنسي الدور الفرنسي دور أساسي والدور الأوروبي دور أساسي لأن تركيا أصبحت على المقربة من الشواطئ من الشواطئ الأوروبية هي مقابل الشواطئ الإيطالية وهي تعبث في المتوسط توقف المراكب الفرنسية الأساطين الفرنسية في البحر فالمشكلة كبيرة أيضا بالنسبة للأوروبيين هناك مشكلة يجب أن تحل ويجب أن نجد لها مخرجا وهي أزمة اللاجئين وهي ورقة ابتزاز تستعملها التركية وهي تؤثر على عدد من الدول الأوروبية طبيعة الحال ملفات عديدة استخدمتها تركيا في هذا الإطار وأثرت على العلاقات بين أوروبا وتركيا وكان لنا عرض في الساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذه التطورات فيما يخص العلاقات بين الطرفين طبيعة الحال قبل أن ننتقل إلى سيد طه عود لنتابع آخر التطورات فيما يخص التصريحات التركية نتوقف عندما قالوا المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قال اللي قال إن حكومة الوفاق تشترط انسحاب الجيش الوطني الليبي من سرط والجفرة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار أعرب أيضا عن عدم ارتياح أنقرة للدعم الروسي للمشير خليفة حفتر واعتبر المسؤولة التركية أن الولايات المتحدة مترددة في لعب دور حاسم في الصراع الليبي وصدتها أهلا بك معنا أيضا في هذا الحوار دعني أبدأ من النقطة الأولى اللي أشرنا إليها موقف واضح من تركيا وبالتالي حكومة الوفاق تشترط انسحاب الجيش الوطني الليبي من سرط والجفرة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار تحدثنا كيف اليوم الإجماع العربي والأوروبي يتجه في الدفع لحل الأزمة الليبية بشكل واضح بين الأطراف الليبيين يأتي هذا التصريح مباشرة من المتحدة باسم الرئاسة أنه لن ننسحب أو لن نشترط إذا أمكننا القول وقف إطلاق النار انسحاب الجيش الوطني الليبي وبالتالي ما الرسالة التي توجهها هنا أنقرة للمجتمع الدولي للدول العربية مجتمعة لأنها مستمرة في القتال في بداية مساء الخير لك والضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين يعني فيما يتعلق بالتطورات الخيرة وخاصة نبدأ بالتصريحات الخيرة من قبل المسؤولة تركي إبراهيم فيما يتعلق بموضوع سرط والجفرة لا أريد أن نعود إلى الوراء التطورات التي حصلت الأسبوع الأخيرة ولكن أستطيع أن أقول بأن حاليا مدينة سرط هي أصبحت مركز الصراع لاحظنا أن هناك تصريحات إذا تابعت التصريحات الأخيرة هي تركز على هذه الجزئية حكومة الوفاق منذ تقريبا أسابيع كانت هي متمركزة على حدود سرط وهي تحاول الدخول أيضا قبل أيام كان هناك تصريحات من الرئيس المصعب الفتاح السيسي ركز بشكل كامل على هذا الموضوع ووضع بين قوسين خط أحمل لذا أعتقد أيضا هناك يجب أن لا نسى الاتحاد الأوروب أعتقد تصريحات كانت لافتة للغاية وخاصة فيما عندما رمى الكرة في ملعب الأمم المتحدة وأن يكون هناك الحل السياسي في إطار اتفاق بلينة الأخير التصريحات الأمريكية بالأمس كان هناك تصريحات من وزير الخارجية الأمريكية ولكن حتى الآن يتصور أعتقد الموقف الأمريكي كما ذكر إبراهيم كالين هو غير حاسم في الأزمة الليبية بشكل واضح لذا أعتقد أن من وجهة نظر أعتقد أن الأمور لن تتحرج بصورة تصعودية خلال المرحلة المقبلة لأن تركيا ليس من مصلحتها أن تتجاوز الجميع وأقصد هنا الجامعة العربية والدول العربية وبالتالي سبطاء هل أفهم من موقفك هنا بأن تركيا تتجه إلى التراجع في هذا الإطار؟ سيدتي أعتقد أن تركيا فيما يتعلق بموقفها من ليبيا إذا تابعنا منذ أشهر كان هناك موقف سابت وهو عدم سقوط حكومة التسراج أعتقد الهدف الأساسي بالنسبة لأنقرة تحقق الآن هي بعد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة هي تحاول قدر الإمكان الإمساك بحكومة المفاق والمحافظة على الإنجازات التي تحققت ولكن هي تحاول قدر الإمكان أن تفرض واقع جديد من خلال أن تكون هناك أي مفاوضات على الأرض حاليا أقصد يعني التهديد بشأن عملية عسكرية في السيرت سوف تكون لها مكاسب على طولة المفاوضات بالتصور أعتقد أن السبيع المقبلة سوف تكون هي مركز الصراعي حدثنا عن أن الجبهة أقصد الجبهة العربية وخاصة ممثلة بمصر كانت وضع الخطوط الحمراء ولكن تركيا حاليا ما يجري خلف الكواليس أن هناك حراك سياسي دبلوماسي يدور في المنطقة وأعتقد هذا الحراك سوف يتمخد أو تتبلور صيغة خلال المرحلة المقبلة وإذا فشلت أعتقد سوف يكون هذا ما نتمناه هناك تصعيد بشكل كبير ولكن يجب علينا أن نسى الموضوع الآخر الموضوع المباحثات التركية الروسية التي هي مستمرة منذ فترة وفيما يتعلق بسيرت كل هذه الأمور سوف تكون هي مربط الفرز في التحركات المقبلة على السحة الليبيية تحدث سيد طاها الآن عن حراك سياسي دبلوماسي يجري في هذه الأثناء وبالتالي نتساءل إن بالفعل هذا الإجماع الذي تابعناه في الأيام الأخيرة يعني تصويب الأهداف في مكان واحد صب في هذا الاتجاه هل توافقون اليوم أنه بالفعل هناك حراك سياسي دبلوماسي ممكن أن يغير الموقف التركي في الأيام القليلة المقبلة؟ دعينا نقول أولا أن انسحاب الجيش الوطني الليبي من مناطق متعددة سواء في صرمان أو صبراطة أو ترهونة أو كل المناطق التي هي حول طرابلس كان بناء على اتفاق دولي إقليمي على أن يقف الجيش الوطني عند حدود سيرت نحن ندرك تماما حقيقة هذا الأمر بدليل أنه لم تكن هناك معارك ولكن تركيا وحكومة السراج الحقيقة تجاوزت هذا الاتفاق وسعت إلى محاولة الاقتحام سيرت والسيطرة عليها لكن الجيش الليبي في أول معركة يخوضها بعد هذا الاتفاق استطاع أن يهزم هذه القوات وأن يردها إلى الخلف قليلا ثم بعد ذلك بدأت عمليات القصف لهذه القوات ليس من الطبيعي القول بأن هناك حراك سياسي يجري أمام التصريحات التي تصدر خصوصا من تركيا منذ ساعات صادر تصريحات المتحدث باسم الياس الجمهورية التركية وليا على حكومة السراج التي أصبحت في قبضة الميليشيات وفي قبضة الدولة التركية وتأتمر بأمير أردوغان كيف يمكن الحديث عن حراك سياسي؟ الحديث الحقيقة هو أن هناك ردة إلى الخلف من قبل تركيا والميليشيات الحاكمة في طرابلس بعد إعلان الرئيس السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي وأنه إذا ما استدعاها مجلس النواب والشعب الليبي فهنا ستتدخل وبشكل عسكري مباشر للدفاع عن أمنها القومي وأن الخط الأحمر هنا هي منطقة سرط لو لا هذا التحذير وجدية وحسم الموقف المصري وأنا كنت موجودا مع سيد الرئيس في المنطقة الغربية ورأيت هذا الحباس والقوة الحقيقية والقدرة للتسليح لو لا ذلك ما استطاع البعض أن يقول أن هناك حراك سياسي من الخلف وأنه ربما أن تكون هذه التصريحات هي بجرد فرقاء إعلامية لا بالقطع الحسم المصري والاستعداد المصري للوقوف إلى جانب الجيش الوطني الليبي سيجعل تركيا تفكر ألف مرة في أن تتجاوز خلط الحمر وهو ذاته الذي دفع قائد الأفركم في إفريقيا القائد الأمريكي أن يذهب هو السفير أمريكي عند الحكومة السراج ويطالبها بوقفة لاق النار وتفكيك الميليشيات سأعود بطبيعة الحال أستاذ مصطفى لمسألة الإجماع والتأكيد اليوم أيضا على أن ما يحصل في ليبيا لا يقتصر على ليبيا فقط إنما يمتد على دول الجوار ومنها إلى المنطقة أجمع نقطة أساسية سأعود بها إليك لكن دكتور نضال القلق الأوروبي من النهج الذي تعتمده تركيا في الداخل الليبي من استمرارها بمد الميليشيات بالأسلحة قابلها محاولات متعددة من الطرف الأوروبي هنا نذكر مهمة إيرني اللي استضمت بجدار تركي أيضا وتحركات دبلوماسية حصلت أيضا بين الدول الأوروبية لم تجدي نفعا حتى الساعة أشرت إلى أن فرنسا اليوم تدفع ثمن تأخير تحركها في هذا الإطار هل تتوقعون بعد كل التحركات الأخيرة محاولات جدية هذه المرة من الطرف الأوروبي والكل يعلم أنه اليوم أوروبا تراجع علاقاتها مع تركيا يعني شانطال الأكيد والمؤكد أنه لا الأوروبيين ولا الفرنسيين سيقبلون حتى لو كان هناك حل سياسي بأن يكون هناك قواعد عسكرية تركية أو أي شيء من هذا القبيل في ليبيا الأوروبيون والفرنسيون لن يقبلوا أيضا بأن يسيطر الأتراك على تقريبا أكثر من 70% من المتوسط الأوروبيون لن يقبلوا أيضا بأن يستمر الابتزاز التركي لهم في عدة مواضيع وخاصة في موضوع المهاجرين غير الشرعيين يعني أوروبا دفعت الكثير ثمن هذا الموقف وبالتالي إذا الأتراك أصبحوا في ليبيا وأصبعت كما يطلبون أن يكون لهم قاعدة عسكرية في مصراطة وقاعدة أخرى فهذا أيضا سيؤدي إلى مشكلة ثانية وبالتالي ستستمر مشكلة اللاجئين وبالتالي في أي حل من الأحوال الموقف الأوروبي لن يقبل بالنسبة للفرنسيين الأمر واضح وصريح الفرنسيون حاليا هم الخاسر الأكبر في ليبيا نعرف أن فرنسا هي من قامت هي من ساعدت الثوار هي من طلبت بتدخل الناتو حلف شمال الأطلسي من أجل إزاحة نظام معمر القذافي هي من قامت بكل هذا وبالتالي هناك ثلاثة مخاطر بالنسبة للفرنسيين من وصول الأتراك أو سيطرة أو بقاء الأتراك أو انتصار الأتراك في تركيا وهل نتوقع دكتور نضال في هذا الإطار تحركات أوروبية جديدة ربما من خلال التنصيق مع دول الجوار الليبي ومع دول المنطقة هناك حراك كثير أنا اليوم كنت في بروكسل وبعدني قادم من هناك هناك حراك كثير وهناك اتصالات أوروبية أوروبية لأن المشكلة الأساس في أوروبا هي الأوروبيون بشكل عام غير متفقين على الموضوع نعرف أن هناك عدة وجهات نظر نعرف الوجهة النظر الإيطالية هناك الفرنسيين هناك دول أخرى عندهم علاقات هناك علاقة أعتقد أن هناك الضغط الأوروبي ليس هناك حوار مع دول الجوار المجاورة لليبيا لكن هناك ضغط كبير أعتقد على الولايات المتحدة هناك تهديد خاصة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي الذي كما قال الرئيس ماكرون أصبح في غيبوبة سريرية وبالتالي هناك تساؤل أوروبي كبير بالنسبة مع الولايات المتحدة عن دور حلف شمال الأطلسي إجمالا حلف شمال الأطلسي كان المهمة الرئيسية له هو حماية أوروبا لكن يتضح الآن أن من السنوات الماضية هو لحماية تركيا فبالتالي أعتقد أن الضغط الأوروبي والتركيز الأوروبي هو أكثر على الولايات المتحدة لثاني تركيا عن التهورات التي تقوم بها في ليبيا طيب بالتالي أستطاها هل ستتحدى تركيا كل هذه المواقف الدولية كل هذه الدعوات آخر دعوة وصلتها من إيطاليا وهو يمكن الجانب الذي كانت تعتمد عليه بمسألة تدخل بسرط هل متوقع لأنقرة هنا الاستمرار في هذا الاتجاه حتى تحقيق مطالبها؟ يعني التصور أعتقد الموقف التركي وحسب ما يبدو لي من خلال التصريحات المسؤولين هي ماضية في موقفها أو موقفها سابت لن يتغير فيما يتعلق بدعم حكومة السراج وأكلتها أكثر من مرة خلال التصريحات كانت من قبل أردوغان أو حتى من قبل وزير الخارجية التركي ولكن أنقرة تعلي تماما بأن الساحة الليبية حاليا سوف تكون منطلق لمناطق أخرى وخاصة ما أقصده هو فيما يتعلق في شرق المتوسط يعني الصراع الحاصل ما بين أنقرة وباريس في الوقت الحالي هو فيما يتعلق بموضوع الخلافات وفيما يتعلق بموضوع الصراع في شرق المتوسط أنقرة تعوي بشكل كبير على الموقف الأمريكي الذي هو حقيقة نوعا ما يدعم أنقرة ولكن أنا لا أتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك دور حاسم للواتنة الأمريكية بسبب انشغال الرئيس ترامب بموضوع الانتخابات لذا أعتقد أن الأمور سوف تبقى عند هذا الحد ولكن موضوع كما ذكرت لك في بداية حديثة التصعيد وما بين الطرفين هذا أيضا هو مستبعد نظرا لصعوبة هذا الخيار وخاصة فيما يتعلق إن كانت التهديدات المصرية أو حتى فيما يتعلق بموضوع دخول حكومة التسراج إلى السرطة سوف تكون لها تدعيات بشكل كبير على الساحة الليبية بشكل عام التصعيد بالنسبة لأستاذ طاها مستبعد في هذا الوضع لكن اليوم كان في تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد فيه أن موقف الرئيس السيسي فيما يتعلق بحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي حاسم وواضح وشدد على جهيزية القوات المسلحة لدرء أي مخاطر قد تتعرض لها البلاد تأتي هذه التصريحات أستاذ مصطفى خلال زيارة قام بها إلى المنطقة العسكرية الغربية للطلاع على جهيزية القوات المسلحة وبالتالي عندما نستمع إلى هذا الموقف نتساءل إن كان الخيار العسكري لا يزال واردا في ظل التعنت التركي يعني بالفعل أمام التصريحات المتتالية سواء من حكومة السراج أو من تركيا الحقيقة والتي تهدد باختحام سيرت والاستيلاء على قاعدة الجفرة يكون من الطبيعي أن تعلن مصر مجددا عن موقفها الحاسم باعتبار أن سيرت والجفرة خط أحمر لكل ذلك الحقيقة أقول أن هناك حالة من الحصار الدولي الآن في مواجهة تركيا اليوم تحدث الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات وقال أن الدور التركي بات غير مرغوبا فيه وشدد على إدانة التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية تقرير الخارجية الأمريكية يعتبر أن أنقرة هي الممر الآمن لدعم الإرهاب ولوصول الإرهابيين من الخارج إلى سوريا وإلى العراق ويوجه انتقادات حادة إلى دعم أردوغان لسياسة الإرهاب كل ذلك الحقيقة يجعلنا نقول أن أردوغان لن يرتدع إلا بلغة القوة السؤال هل هناك خيار سياسي يمكن أن يكون مطروحا في الوقت الراهن الإجابة نعم الإجابة نعم لأن أردوغان قد يرتد عن موقفه وهذه التصريحات كما قلت هي مجرد ضقيق إعلامي ليس أكثر من ذلك أردوغان سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على سيرت في التصريحات التي أطلقها الأمر الثاني الجيش الوطني الليبي جيشه قوي الجيش الوطني الليبي لم يهزم الجيش الوطني الليبي حرر أكثر من 90% من أراضي الليبية ولو أراد أن يقتحم طرابلس لكان قد اقتحمها ولكن المشير خليفة حفتر توقف عن ذلك لدواعي أخلاقية وحتى لا تدمر طرابلس نتيجة وجود الحرب التي ستحدث فيها حرب الشوارع مع هذه الميليشيات الإرهابية الجيش الوطني الليبي قادر على حسم المعركة وعندما تحدثت مصر لا أن تتحدث أن الجيش الليبي ضعيف أو لأن تركيا قادرة على أن تغير المعادلة ولكنه تحدث بمنطق الدفاع عن الأمن القومي المصري بالأساس ليبيا ليست في حاجة إلى مساندة لا إقليمية ولا دولية ليبيا قادرة على تحقيق الانتصار الجيش الوطني الليبي من 85 ألف مقاتل من كل أنحاء ليبيا قادر على أن يحسم هذا الأمر ولكن ربما أي خيار يمكن أن يكون مطروح وتحركة قوى دولية عديدة لهذا السبب هذا لا تريد حربا إقليمية تندلع في المنطقة ومنها طبيعة الحال التدخلات الأوروبية في هذا الإطار باريس دكتور ريدال تطلب مناقشات بلا حدود حول علاقة أوروبا مع تركيا المسألة بالفعل مهمة وكل ذلك بعض الاتهامات المتبادلة اللي حصلت بين الطرف التركي والطرف الفرنسي ونظرا أيضا للتهديد المباشر الذي تشكله هذه التحركات على أمن أوروبا وقد ذكرنا مسألة يعني وصول المرتزقة إلى شواطئها المسألة تمت مناقشتها أيضا مع الرئيس الأمريكي بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي قبل ساعات ما الذي يمكن توقعه في هذا الإطار يعني كما قلت الأوروبيون يتوجسون وهم يعلمون نوايا تركيا تركيا أصبحت خطر حقيقي يعني يهدد أوروبا أكان من خلال إرسال موجات هائلة من اللاجئين عبر اليونان أو ممكن حاليا عبر طرابلس في ليبيا أو من خلال نشر الأيدوريتيجيات المتطرفة في أوروبا أو من خلال تقويد الأمن أو من خلال أيضا يعني الإنقضاد على أبار الغاز والنفط في قبالة قبرس واليونان فكل هذه الأمور هناك هناك مخاطر أصبحت يعني العلاقة التركية الأوروبية علاقة غير سوية ويجب أن يكون هناك حد يعني أن يضع حد لمرة واحدة من أجل فتح صفحة جديدة والبدء مرة جديدة عبر صفحة صفحة تكون يعني تراعي المطالب الأوروبية لكن أعتقد أنه حاليا وفي ظل الظروف الراهنة يعني يبدو أنه تركيا يعني لم ترى من الأوروبيين سوء أنهم يملكون جزرة وبالتالي أعتقد أنه الأوروبيون والفرنسيون بالتحديد يجب أن يفرر لتركيا أن لديهم عصى ولديهم جزرة وبالتالي أعتقد أنه حاليا تركيا كل الجهود الدبلوماسية كل الضغوط لن تجدي دفعا في ظل الوضع الراهن حاليا على الأرض وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تغيير على الأرض إذا ما أردنا أن نصل إلى تسوية ما في مختلف الملفات دعنا نسأل دكتور ندار دعنا نسأل وسطاها عن خيارات تركيا في هذا الإطار إذا ما أردنا وصف المشهد اليوم تركيا أمام دعوات عربية ودولية لوقف إطلاق النار مطالبات بتطبيق أيضا القرارات الدولية فيما يخص حضر الأسلحة أمام تقارير دولية بأن تركيا ترسل مرتزقة إلى مناطق الصراعات هذا هو تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن الإرهاب السؤال اللي أصدتها ما هي خياراتها أمام كل هذه التحركات والمواقف الدولية والعربية أنا ذكرت لك أن تركيا لا تستطيع أو لا تريد أن تتحدى الجميع خلال المرحلة المقبلة ولكن الخيارات التركية هي كما تعلمين أنقرة في العام الماضي تم استبعادها من منطقة شرق المتوسط هي عبر البوابة الليبية الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة الصراج في نوفمبر الماضي هي دخلت إلى ساحة الليبية وتحاول قدر الإمكان أن تكون متواجدة على ساحة المتوسط في أي مفاوضات قادمة أعتقد هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لتركيا هناك قائل يقول بأن تركيا تحاول قدر الإمكان أن تكون لاعب أساسي أو تكون متواجدة بشكل كبير على الساحة الأفريقية هذا من دون شك تركيا تحاول قدر الإمكان أن تكون لها دور إقليمي وإمكان على الساحة السورية خلال الفترة الخيرة الماضية لاحظناها أيضا على الساحة الإقليمية وعلى الساحة الإفريقية تحاول قدر الإمكان أن تكون متواجدة ولكن الهدف الأساسي من وجهة نظري بأن تركيا هي تحاول واحد وتلعب في ما يتعلق بالتوازنات الإقليمية والدولية في المنطقة لذكرت لكي هناك ضوء أخضر من قبلية المتحدة الأمريكية لأنقرة هناك على الرغم من الخلافات التركية الروسية ولكن هناك تفاهمات ما بين الطرفين ذكرتك في بداية حديثة بأن مركز الصراع حاليا سير وأتوقع أن المركز الحال أو هذه المقطة أو هذه المساحة ستكون هي لحال قادم أعتقد أن زيارة وزير الخارجية لطالب الأمن إلى ترابلس والقاومة أستراج هي زيارة غير عادية ومن دون شك يحمل رسائل وهذه الرسائل لا يعني أعتقد بدون شك هي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو رسائل بطريقة غير مباشرة لوجود حلول للوضع الحالي على الساحة الليبية في الأثناء وسطاة واضحة التحركات التي تحصل على مستويات عربية ودولية فيما يخص تطورات الأزمة الليبية أيضا الرئيس التونسي قيس سعيد بعد زيارته الرئيس الفرنسي أكد أن تونس لم تقبل أبدا بتقسيم ليبيا استنكر في حديث لصحيفة لومود الفرنسية التدخل الأجنبي في ليبيا مشيرا إلى أن الأزمة تخص الليبيين وكرر الرئيس التونس اقتراحه بجمع رؤساء القبائل بهدف صياغ الدستور مؤقت يسمح بتنظيم السلطات العامة تطرقت إلى مسألة هذه الزيارة ومصادر عنها حتى أذهب مع سيد مصطفى بكري إلى أهمية اليوم العمل المشترك إن كان بين دول الجوار بين دول أوروبية ما بين أوروبا ودول عربية للدفع أكثر فأكثر بهذا الحل الليبي وما أهمية أن تترجم هذه المواقف استمعنا إلى موقف الرئيس قيس سعيد الآن لكن ما أهمية أن تترجم هذه المواقف مبادرات فعلية تؤتي ثمارا على أرض الواقع أعتقد أنه بات هناك إحساس كبير بخطورة المرحلة وخطورة التدخل التركي المباشر في الشأن الليبي وخطورة إرسال المرتزقة لأن إرسال المرتزقة لا يستهدف ليبيا فقط ولكن ربما كما تفضلت في البداية إنما يستهدف دول الجوار يستهدف إحياء مشروع الإسلام السياسي مرة أخرى يستهدف الأمن القومي المصري في الصبين بالأساس من هنا أهمية هذه التحركات اللقاء الذي جمع بين الرئيس ماكرون والرئيس قيس سعيد زيارة وزير الخارجية الإيطالي زيارة الشيخ عبد الله بن زايد الاتصالات المصرية اليونانية وقس على ذلك كثيرا أنا أعتقد أن كافة هذه الأطراف تمضي نحو خلق حالة أقل شيء أن يقال هي حالة تهدئة ولو لفترة قصيرة إلى أن يتم تفعيل إعلان القاهرة أو المبادرة التي سبق وانطرحها قبل ذلك المستشار عقيل الصالح رئيس مجلس النواب سندخل في مرحلة جديدة ولكن لا أتصور الآن أن أردغان أو عصابته قادر على أن يقتحم سرط لأنه سيدخل المنطقة إلى مرحلة أخرى مختلفة وسيدفع هو وغيره ثمنا كبيرا شكرا جزيلا لعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على المشاركة من القاهرة شكر موصول لضيفنا من باريس أستاذ التواصل استراتيجي والعلاقات الحكومية دكتور نيدال شئير ونشكر أيضا من أسطنبول الكاتب والبحث السياسي طاها عودة على المشاركة في غرفة الأخبار